السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتو طيبين وصحة وسعيدة وبمناسبة رمضان النهاردة هنعمل فطار اول يوم في رمضان باذن الله هنعمل البصل ده هنحمرها ونحط لها حبة زيت وبعد كده هنزل على طول بالطماطم علشان هنعمل خلطة المحشي بعد كده عندي طماطم انا مسبكه معاكم وطلعت كيس وحطيت على المحشي بتاعي وبعد كده غسلت كيلو رز هنزل بيه عشان معايا كيلو ورق عنب وبعد كده مكعب مرقة وهنزل بيه بردك وبعد كده الخضرة بتاعتي وفلفل اخضر وهقلبوا كلهم مع بعض وهملح الملح اللي انا حبيا يعني على حسب الملح اللي انت بتحبيه حطي عايزة ملح زيادة حطي برحتك ده طريقة خلطة المحشي اي محشي يعني ورقة عنب محشي كروم بفلفل اي ان كان بعد كده الورقة العنب انا مردت على الفمية مغلية وحطت لها ملح وكده وبعد كده هبدأ ان انا اصبع المحشي وهخلص باقي كل الكمية اللي معايا وبعد كده هوراها لك وبعد ما خلصها الكيلو ده يا جماعة لازم هيتقسم على حلتين ولو عندك ورقة كبيرة لازم هتقسميها برضو على اتنين علشان يبقى ورقة العنب صغير كده بيبقى شكله شكله حلوي يعني النهاردة في الفطار عملنا كذا اكلة وكذا صنف اه تابعوا الاخر للفيديو علشان تشوفوا كل الاصناف اللي احنا عملناها النهاردة وكل السنة وانتوا طيبين وفي صحة وسعادة وراحة بال فعلا شهر رمضان ده بيبقى شهر الخير فعلا يعني انا هنا فرمت بصل في المفرمة ففي بصلتين ما تفرموش كويس فانا هقطعهم بالسكينة وبعد كده ملحت البصلة اللحمة دي اللي قدامنا دي لحمة من عند الجزار بس انا فرمتها في المفرمة علشان اعمل العصاج بتاع اللحمة المفرومة حطيت حبة فلفل اسود وبعد كده هقلب تقلبتين ومكعب مرأة بردك وهقلب كله مع بعضه لغاية ما كده بقي معاية زي ما احنا شايفين قدامنا هو كده استوى وبقى عال العال بعد كده هنقطع طمطم صغيرة شكل السلطة كده وهنزل بيها على العصاج اللي انا عملته طبعا يا جماعة في الفيديو ده هتلاقيوني عملت حاجة وروحت الحاجة تانية وبعد كده كملت حاجة عشان زي ما انت عارفين الفطار والزحمة بتاعة رمضانة عموما يعني فلازم انت هتعملي اكتر من صنف والوقت بيبقى ايه البتاجاز يعني هتعملي حاجة مش هتعملي رمض خلاص الحاجة لا على عيون البتاجاز هتعملي كذا صنف كده العصاج بتاعي استوى بقى زي الفل قد المحشي كده انا خلصته بقى تمام تمام شايفين شكله المكارونة انا هنا انا حطيتها في مية مغلية وحطيت حبة زيت وحبة ملح سوري وبعد كده سبتها ان هي تتسلق مع نصها هنا انا هعمل صنيتين بشاميل فحطيت ترت كياس مكارونة طبعا انا هنا هعمل البشاميل طبعا انا بعمله بدقيق مش بشتري هحط زيت وبعد كده هحط كمتي دي اللي انا عاوزاها علشان زي ما قلتك ان احنا هنعمل صنيتين واحنا بتحبها اللي هي جوز كده مع نفسها وتبقى طرية وتبقى طعمها حلو جدا هبدأ ان انا نقلب كده ريحة اللي دي طلعت ريحة الحلوة دي وبعد كده على طول هحط اللبن هحط نص نص كيلو اللبن ده وعند لبن بقري هكمل عليه علشان يبقى معي دسمو كويس انا معي كيلو لبن بقري بس انا هحط نص من ده ونص من التاني اللي هو البقري وهبدأ ان انا اقلب 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 لغاية ما يوصل للقوام اللي انا محتاجه هبدأ ان انا اقلب بعد كده انا خلصت هوق البشاميل اللي معي تيه لهو بقى زي الفل عندي الاطباق الفايل دي انا هعمل فيها الماكارونا النهاردة هبدأ ان انا ارص الماكارونا كده شوية شوية وبعد كده هحط حبة بشاميل كده من فوق وبعد كده هنزل بنص العصاب وراء لحم وراء ماكارونا زي ما احنا اتفقنا الاحطة هتح فخالص وجميلة وسهلة جدا اه انا صوتها في الفطباق الفايل ده جماعة طلعت حلوة جدا وعجبتني بصراحة وفدلت محتفظة بالحرارة بتاعتها والسخونة وقت طويل جامد فبصراحة عجبني ان انا اعمل في اكل انا اول مرة جربه بس بصراحة يعني التجربة عجبتني جدا جدا مش اخر مرة يعني هتجربه باذن الله ربنا يدينا 3 عمرو نجربه دايما هنا انا عملت الصانيتين اهو رستهم دي الاطباق دي بعد ما هيستوي لو انا موديها مكان يعني هغطيب واحدة من دولا هنا الشربات بتاع الكنافة كبايتين سكر وكبايت اه مية بالشوب ده يا جماعة ونص فلمونة هقلبها تقلبتين وبعد كده حطها على النار علشان تبقى اه شربات هنا انا هعمل الحمام حبت زيت وبعد كده نزلت بالكبدة او حبت سمنة ايا كان يعني اللي عندك وحطيت فلفل اسود وهسيبها تتشوح مع بعضها وبعد كده البصلة بتاعتي هنزل بيها انا طبعا فرماها اه على ايدك على الكبه ايا كان ده الفريك انا منقيا كويس وغسله ومصفيه اه هحشي بيه الحمام هحطه على الكبدة هحمره شوية وبعد كده هنزل اه ايا كان عندك اه شربة عندك مية مغلية ومرأة اي حاجة حطيها عادي انا حطيت اه كبشة شربة الكنافة دي يا جماعة دي كانت عندي في الفريزر مش اه مش جاهزة مش لسه طازة يعني وحشية الحمام وعندكم اه رابط رابط اه الحمام كامل على القناة عندي تحت ده لبن يا جماعة ودي معلقتين نشا هنضيفهم على بعض وبعد كده هنقلب ومعي عصير مانجة عشان هنعمل كنافة بالمانجة بطريقة الطريقة دي انا شفتها على اليوتيوب عجبتني وحبيت ان انا اجربها معاك واقولك اذا كانت تستحق التجربة ولا لا اهم حاجة تحل تحل اللبن يا جماعة تحطوله سكر وتخلي السكر فيه طالع بعد كده حطينا النشا اهوتي زي ما احنا قلنا بعد كده طبعا اول ما هيتقلم معي هنشوف هنعمل ايه وبعد كده هضيف العصير المانجة بعد كده هقلبها كويس جدا وعندي هنا الكنافة زي ما احنا قلنا هنبدأ نحط لها زيت وبعد كده هنفرقها على ادينا كده هنفرمها جامد على ادينا وبعد كده هنحمرها في الطاصة علشان تبقى لونها دهبي كده لون الحل بعد كده هزقيها بالشرباط زي ما انتم شايفين هنزل عليها كده كان نقطة شرباط بعد كده هحطت الكاستر ده الطريقة دي يا جماعة انا شفتها على اليوتيوب وحبيت ان انا اجربها معاكم واقول لكم اذا كانت تستحق التجربة ولا لسه ولا متستحقش التجربة واقول لكم في الكومنتات عشان انا لسه لغاية الان ما دقتهاش بصراحة بس كله شكر فيها يعني وقال ان هي طعمها حلو وكده وطعمها جميل بس انا برضو لسه ما دقتهاش تمام بعد كده هنزل بالنشة اللي انا عملته والكريمة اللي انا عملتها دي وبعد كده هحط عليها قطع المنجة من فوق دي انا نسيت اصورها بعد كده قد الفراخ اللي كانت في الفرن بطريقة برضو نفس الطريقة اللي كانت على القناة نزلوا تحتها هتلاقوها ودي ورق العنب خلاص انا انتهيت منه والباشاميل اللي احنا عملناه في ورق الفويل فاطباق الفويل زي ما انتو شايفين شكله طحفة جدا جدا وطعمه حلو خالص ومحتفظ بالسخونة بتاعته اللي لقته الفترة ممكنة كل سنة وانتو طيبين